الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الثاني الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير اليوم معنا درس جديد في مادة العلوم الفصل الثاني عشر استعمال الطاقة الفكرة العامة لنا كيف نستعمل الطاقة لاحظ الصورة التي قدامك لاحظ الأضواء والأنوار هذه كلها طاقة الطاقة هذه اسمها طاقة قهربائية طيب نشوف مع بعض درسنا اليوم بعض المفردات ضاحص هنا أول مفرد عندنا كلمة الحرارة الحرارة دي أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة يبقى الطاقة دي أحد أشكال الطاقة اللي بتغيره المادة وإحنا خذنا المادة قبل كده وحالاتها الثلاث وإن الطاقة والحرارة بتعمل على تغيير المادة من شكل إلى آخر عندنا كلمة الوقود من مقصود للوقود؟ مادة تنتج حرارة عند احتراقه الوقود ده مادة تنتج حرارة عند احتراقه لاحظ الصورة برضو عندنا كمان الكهرباء المتحركة وده شكل من أشكال الطاقة التي تسري في مسار معين خلال أسلاك معينة لها مسار معين عندنا الدائرة الكهربائية هي المسار الذي تسري فيه الكهرباء نعم كمان في عندنا الكهرباء الساكنة نوع من الطاقة تنتجه أجزاء صغيرة جدا من المادة وده نتعرف عليهم في الدرس الثاني أما درسنا الأول اللي هو الحرارة لاحظ الصورة اللي قدامك هنا هذه الصورة عبارة عن صحراء وأنت في الصحراء كيف تعرف أن هذا اليوم مشمس؟ كيف تعرف أن هذا اليوم حار؟ من خلال الشمس تكون مرتفعة في السماء نعم تكون السماء صافية تمام جسمك بيعرق يكون فيه عرق يبقى نعرف أن الجو حار طيب تعالي نشوف مع بعض هذه التجارب والاستكشفات هذه مكعبات سلج وعندنا كأسين وعندنا ساعة هنحسب بيها الزمن حط السلج في مكعبين أضع واحد في الظل وواحد في مكان مشمس وأحسب يترى أيهما سوف يسيل أو ينصهر بسرعة اللي في مكان مشمس أم اللي في الظل من خلال السعب تحت أحسب الوقت هلاحظ أن المكعبات الموجودة في مكان مشمس هتنصهر بسرعة لأن الشمس بدين حرارة والحرارة بتساعد على تغير المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بسرعة تمام أضع كميتين متساويتين والآخر في الظل بماذا أحس إذا لمست كل منهما بعد ساعة المكان مشمس هتبه المياه حارة لأنه اكتسب الحرارة من الشمس أما اللي في مكان فيه ظل هتكون الماء أقل حرارة جرب هذه في المنزل ولاحظ بنفسك تعال نشوف مع بعض أما يقول لي مالحق حالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهذا نسميه انصهار ولو زودنا الحرارة أكثر هتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية إلى بخار وده بنقول عليه تبخر يبقى الحرارة تغير المادة من شكل إلى آخر فبقول الطاقة تجعل المادة تتحرك أو تتغير هناك عدة أشكال الطاقة أول الحرارة أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة فالحرارة تحول الصلب إلى سائل تمام أو السائل إلى غازل نستخدم الحرارة كل يوم طبعا أنت في البيت تستخدم الحرارة في المطبخ ومعظمها يأتي من الشمس وهي تسخن الهواء واليابسة والماء على سطح الأرض هنا بيقول لي تسخن حرارة الشمس الماء واليابسة ثم يسخن الهواء شوف هذا الماء الموجود في بركة عندما يتعرض للشمس بيسخن ومن خلال السخون بتاعته بيتصاعد منه بخار ماء إلى السماء ليكون سحبا في السماء وهذه اسمها دورة الماء في الطبيعة إن شاء الله عندما تكبر وتروح صف رابع أو خامس ستدرس دورة الماء في الطبيعة وديه عن طريق تحول أجمع ستدرس دورة الماء في الطبيعة ترجمة نانسي قنقر